طبعا الحملة ابتدأت البارحة بعد منتصف الليل وكانت فعلا ضربة موجهة ومفاجئة للأوكار التي يختبئ فيها فلول الإرهاب أو بعض المنظمات التي لازالت مرتبطة بأجهزة الاستخبارات في صنعاء تابعة للمخلوق علي عبدالله صالح حملة كانت مفاجئة كما قلنا تبكنت من خلالها الأجهزة الأمنية من السيطرة على كثير من المواقع التي كانت تجعلها هذه الجيوب الإرهابية كمواقع للقتل والفوضى داخل عدن تم الوصول إلى أكثر من منطقة في مديرية المنصورة التي تعد الأكثر التهابا واشتعالا من بين مديريات محافظة عدن القدير بالأمر بأن تلك الجيوب الإرهابية ردت بشكل مفاجئة يبدو وسريع على الإقراءات الأمنية فالأمر صاحبه كثير من القرائم التي ترتغي إلى مسألة الإبادة بحق المواطنين والمدنيين أصيبت هناك عائلة في مديرية المنصورة في خطف تسعين بالكامل قراء ضربه يبدو أنه صاروخ حراري أصاب الشقة التي يسكنون فيها عموما الحملة يبدو بأنها جادة وقوية هذه المرة كون حتى الطيران فتح خارق الصوت في سماء مدينة عدن لتشتيت هذه المجامع نعم الجيش الوطني اليمني والمقاومة أيضا سيطرة اليوم على معسكر الخنجر الاستراتيجي في الجوف ما هي أهمية هذا الموقع الموقع الخنجر بالإضافة إلى مديرية نهم بالإضافة إلى مديرية أرحب خولان كلها تعد رأس حربة واضحة في الحملة التي ستقوم على مدينة صنعاء أو عملية الحسم التي ستكون في مدينة صنعاء يبدو بأن اليوم التحالف العربي والجيش الوطني والمقاومة أصبحوا يعرفوا المناطق والمداخل التي سيمرون بها لحسم معركة صنعاء دون خسائر كبيرة تذكر القدير بالذكر بأن الميليشيات لادت هروبا من مدينة صنعاء أمس بعد صيدرة على معسكر الخنجر هل تعتقد أن الإنقلابيين أصبحوا في حالة ضعف وانهيار الآن؟ هم في أضعف مراحل تنظيماتهم أو تشكيلاتهم القتالية على الإطلاق أيضا هم في أضعف مراحل استفافهم الإنقلابي على الإطلاق بدأت الإشكاليات تدور فيما بينهم وبين الميليشيات القبلية التي كانت توليهم أيضا فضت من هذا الحلف وانفرط العقد الذي كانوا يصفونه للإنقلاب على الشرعية في اليمن أنا أعتقد بأن الوقت بات أكثر تأهيلا وأكثر أهبة الاستعداد بأن تبدأ العمليات وبإذن الله لن تطول كثيرا لأن الجماعة يعيشوا مرحلة تخبط غير عادية نعم أسامة الشرمي المحلل السياسي كنت معنا من عدن شكرا جزيلا لك